يبدأ الفيلم مع مارك وهو يقدم عرض لشركة بابل التكنولوجيا لكي يعرف الناس على اختراعه الجديد وهو روبوت ليس برمج لكي يريد أي شيء يريد الطفل من غير أنه متواصل ببرامج التواصل خاصة بالطفل ويعاونه يفعل علاقات مع الأطفال ويجعله يدوز وقت جيد وممتع نمشيه عند الريبارن الذي في طريقه المدراسة ويشوف قاعد دراري عندهم الروبوتات إلا هو وحيد وما عنده بالغلاط قدام التونوبيل للنقل وطاح منها روبوت صغير وتهرس ودخل بارن للمدراسة وكل شيء كان عنده روبوته ويعتمد عليهم غيهومة هذا الشيخ يشعر بالوحدة حيث لا يوجد صحابه والأستاذه طلبت من أشهر تلميذة في المدراسة اسمتها سافانا والدري ريتش حيث يعيد ميلاده اليوم ولكن ريتش بدأ يتنمر عليه حيث لا يوجد روبوت في الثالي اليوم بارن نرجع للدار وقاباها مشغول مع الخدمة في التليفون حيث هو يبيع الألعاب للأطفال ولكن طاح له السوق حيث كل شيء يشري الآليين والشيء الذي يجعل حالتهم الماديات والشيء ناقصه قليلاً من بعد وجده مجداله طابلة عامرة على حساب عيد الميلاده ولكن قال له لا يأتي لدي حتى واحد خصوصا العمليداز أعرض على الدراري وشعلات العافية في الدار جداه باباها تقلقوا عليه كثيراً حيث لا يستطيع أن يجعله فرحان ويكونوا لديه صحاب جداً وقال له باباها أنا الذي لا تريد أن أخذك روبوت لكي لا تضيع الطفولة لك الذي من المفروض تعيش فيها ذكريات تفكرها حياتك كلها قليلاً فأنت يجري أن يفتح الباب والقام يحفظ أهل إحدى الباب يحساب له باهدرها لمفاجأة وشراه له ولكن فأنت افتحها لقها حجرة فأنت اخذت باباها ومشاو لكي يشريوا له آله ويحقوا له أمنيته ويعودوا على فرق ماما وصلوا للشركة وللقواها سادة ولكن طلبوا من الموظفة التي تمها لكي تعطيهم آله والمقابل هو المعزة لهم ولكنها لم تريد وقالت لهم أن يجعلوا أن يجعلوا دوموند واثنى وثلاثة شهور لكي يخرج لكم وأن يجعلوا بفلوس حقيقية بين بارن رأيت شفور الطنوبيل الذي طح من هذا الروبوت الصغير في الصباح فش كان عليه يضرب بارن وسمع الشفور كي يقول باللي تهرس له واحد ويردوا المخزن مشاهدر معاه وشراه من عنده مقابل مبلغ صغير بارن فاق في الصباح ولقى احده روبوت ففرح بزاف وشكر بابا وكان باغي ياخده معاه للمدراسة أول شيء دار حط لبصمة دياله عليه باش يحمل بيانات دياله كلها ولكن قدر يهز صغير 5% من البيانات الآله يخدم وكان غريب شوية وطلب من بارن باش يربطه مع الوي في ديال الشركة باش يقدر يكمل التحميل ولكن بارن كان معطل على مدراسته فاخده بالزربة الروبوت طفاله من الشارج فارجعوا للدار وقال له يستغل هذا الوقت ويعرف اي حاجة قد تعلق به بارن رجع من المدراسة ولقاه مروله بيته كله وهو يقلب باش يتعرف عليه كثير وكان يلعب مع جده في الكوزينة وحفظ اغنيتها المفضالة بارن قرر يأخده باش يصابه في الشركة وفي الطريق تلقى بريتش وفارق المتنميرين وبدأوا يضحكوا على الآله وحيث الإعدادات دياله مازال ما كملات كان مازال ما عارف قوانين السلامة فبدأ يضرب في ريتش ودافع على بارن الذي يفرح بثاف حيث اخيرا تهنم التنمر بريتش ووقفه عند حده بدأ يلعب هووية وقرر يسميه رون وقال له ما سنعطيك للشركة باش يصابك وهنا جاء البوليس واخده رون للشركة الذين يقلبوه لقواه لم يسجل في قاعدة بياناتهم وضروري يضمره دابا جداه قالت لهم سوف تعملها على الفلوس الذي كانت لدينا ولكن الموظفة لم تسوقت لهم وقالت للسيد كي يدعه لحق عليه بارن بلا ما يشوفه وهو الزوق بلا ما يضمره ونزل هووية لواحد البلاسة عامره آليين عامر واحد كي يتفيراسه واخدهه في بلاست رون كي لا يقلبوه وهكذا بارن واخدهه معه الروبوت رونالد دار وفي الطريق قال له سيكون أفضل صديق لي وسينعلمك كل شيء في نفس الوقت مارك المختارع وأندريك مول الشركة كانوا في لقاء صحفي دواواه على الآليل الذي يضرب الدري الصغير وهذا الشيء سيضرب الأسهم ديال الشركة المدير تواصل مع الماقر وطمناته الموظفة بل رهد مرودك الروبوت وهكا هو ارتاح نمشيه عند رون وبارن الذي قرر يقرره كل شيء عليه وأول شيء يبدأ بها هي يعرف أي شيء عليه وثاني شيء يريد أن يدعمه وأهم مقاعدة هي يكون مسالم ومنوع أن يضرب شيء حيث هذا شيء خطير وبدأ يريد الاهتمام وماذا يريد وماذا يريد وماذا يريد وماذا يخاف منه وماذا يريد طريق مدراسته وفي اليوم لا يتمشيه قال له يبقى بعيد عليه باستدل الخطوات وإذا كان مع الصب يبعد عليه حتى يتهدن وهكا بارن ورون تفاهمهم جيدا وكانوا فرحانين بصادقتهم جديدة مع بعضياتهم وهو مغاديين رون طاح من واحد الجبل وبدأ يتركب حتى يوصل إلى الدار سافانا الذي كان ديرا لايف وغير شافته وقدرات تعرف بارن لا يستطيع أن يكون صداقات بدأت تضحك على رون وقالت له أنت ما نفعله حيث خدمته هي يستطيع أن يكون الصداقات ويجعل الناس تعرف الاهتمامات بارن لكي يقلب له على أصدقاء من نفس نوعه ومشاه للدار وكان يريد أن ينعس تقطع عليهم الضو بارن معروف عليه يخاف من الضلام ولم يستطيع أن ينعس فيه ولكن رون لا يستطيع أن ينعس فيه وقال له البيت مضوي لكي يستطيع أن ينعس في هذا الوقت مدير الشركة وصل في فيديو لرون لكي يدخل للدار سافانا وعلى الصبح يتعرف الأهل التي لم يسجل لهم ما زال كائن ولمشكلة لا يستطيع أن يعرف بلاسته ولكن مارك رأيت تصاوره مع بارن ورأيت كيف رون فرحان كثيرا وستطيع أن يكون صادق جيدا لبارن وقال للمدير يجب أن يجب أن نجد بارن ونهضروا معه لكي نعرفه كيف يستطيع أن يبدل برمجة الروبوت وقال له هذه العفوية معه حيث هذه الخاصية ستصلح لهم يطبقها مع قاع الروبوتات وهنا خرجوا طنوبيلات الشركة يقلبوا على رون قبل أن ينزلوا واسهم الشركة أما رون فخرجوا للشارع يقلب بارن على أصدقائك كيف مقال له سافانا حتى يمكن أن يجمع لهم الكثير من الأصدقاء أحمقين هل هو كبير في العمر هل هو صغير حتى ترون المدرسة كلها والأستد لوسف طول الإدارة جاريت وقال رون بوحده فقلبوا لقى لا يوجد نظام السلامة للمعلومات وقدر يحويل قاع البيانات للأليين للمدرسة كلها بارن وقدروا في الطريق تلقى سافانا وقرأت الفيديو لتشهر وخلت الشركة تقلب عليها وفاشم المكتب المديرة بدأت الفوضة في المدرسة والروبوتات كلها جنات حيث ريت خربق فيهم سافانا فتحت اللايف وكل شيء ووصل للشركة وغير شافوا المشكل الذي ترى قالوا للمارك يعود لهم البرمجة من مركز الصيانة وفي الآخر قدروا يحلوا المشكل ولكن بارن تخلق له مشكل وجلت عليه المديرة حيث هو السبب فات الشغب الذي وقعه وفاش خرج تعصب على هارون وقالوا يمشي ويخليه أما الشركة طاحت في مشكل كبير والأسهم طاحت تقريبا بالنص وهذا بسبب الشكاوي للوالدين الذين يقولوا بالروبوتات لم يبقى آمنة على أولادهم المدير أمر يمسحوا الفيديوهات التي تنشرها وينشروا في بلاستها فيديوهات القطوط ومن بعد يقولوا للأطفال هم الذين لا يعرفون يعملون الروبوتات وهكذا ستتحلل المشكلة أما بارن فارجع للدار وكان حزين على ما يقل لرون وتمناه يرجع له قليلا يدخل عليه ومغلف رأسه وقالوا يستعد للشركة ولكن بارن لا يريد وقالوا لا تهمني حدرت الناس لأنك صديقي وليس لن تتخلق عليك قليلا يسمع الموضة فجأت للدار وقالوا لجداة تعيطيها على بارن لكي يأخذوا من نورهم هو في البلاسة أخذرون وهربي وفي طريقهم القصفانة كتبكي ومقلقة حيث كل شيء تنمر عليها بسبب دكشي اللي يترى في المدراسة حاول يهدنها ويبردها وفشي الطريق للغابة قال لي لا تقول لأحد من اللي شاهدته ولا عرفه فين كائن نمشي للشركة المدير أمر لكي يخدموا الكاميرات الروبوتات ويجسسوا على الداري الصغار كلهم لكي يستطيعون أن يعرفوا البلاسة بارن اللي دابا قال يلعبه ورون في الغابة وفرحان بثاف وفي الليل بارن بدأ يعود له كيف كان صديق سافانا وريتش قبل عام تقريبا وغير جاء الروبوتات كل شيء تبدل وكل واحد كيف يقول يحتاجه دابا هو والصديق أما العائلة بارن كانت خايفة بثاف ويقلبوا عليه وبابا قال جدته بليند مان حيث لا يمكن يعطي الولده الوقت الروبوت رون نقص من الشارج وقلوا بارن لكي يطفع راسه ويوفر الطاقة وهنا الشركة قدروا تسمعوا ترى سافانا وهي كتدر معاريش لكي يمشي ويعتقوا بارن من الغابة هكا قدروا يعرفوا بلاسته وفي البلاسته تحكم في قاع الروبوتات وصيفتهم يقلبوا عليه في الغابة في الآخر قدروا يتخبع عليهم ومالقاوش ولكن كان عياب كثيرا وحيث كان مريض بالضيقة ومستعمل الرابوس وعياب التخنق هنا رون خدم وهزوح تخرجوا إلى المدينة وقرر يتخلى على راسه في سبيل يعتق بارن ثم شاهدوا صحابه وكانوا يجريوا عنده وصلات القوات للشركة وقدروا يعتقوا بارن ودعوا له الأكسيجين وفشبغوا يأخذوا رون صحاب بارن اعترضه ولم يخلوهم وانتشر الفيديو رون هو ينقذ في بارن ولمدير قرر يستعمل هذا الفيديو في الدعاية للشركة في السبيتر ومكيسينوف بارني فيق وصحابه كلهم بدأوا يهدروا على ذلك الذي يداروا فيهم الروبوتات وكيف يجعلهم يتفرقوا وغيرت حياتهم من الأسوأ في هذه اللحظة بارن فاق وطلب منه بابه السماحة حيث كان بعيد عليه في هذا الوقت ولم كان قريب له هنا دخل عليه مارك وجاب مع هرون من بعد ما عاود له البرمجة من الأول ولكن بارن بغى صاحبه يرجع كيف كان وفشحه مارك يدخل ويعاود يرجعه لقى المدير يدل عليه المدباس والله هو الذي يتحكم في الآليين بارن تعصب وقرر يمشي برأسه ويرجع البيانات ومشاه واباه جداه وحتى مارك معاهم فش وصلوا جداه من ثلاثة من رأيها عاملة النظافة والأب قدر يعطل نظام الأمن باش يقدر مارك و بارني يدخلوا وفش دخلوا كانت معاهم حتى المعزة القطعات قاعد السلوكة التي قدامها الشيء الذي خلل ببند الشركة كلهم يتفتحوا هبط بارن ومارك للأرشيف وهما هابتين مارك وقف الفرفارة قبل أن يتحقوا فيها وهنا المدير عرفهم بالذي يدخلوا وعرف الخطة ديالهم تعصب كثيرا وقلب باين بارن بالذي يخطه من الأول هي تجسس على الدناري الصغار ويبيع لهم المنتجات دياله من بعد أمر العامل يوقف الخادم كله ويسيف طريق الأمن بشدوهم وفي هذا الوقت بارن وصل للأرشيف ويقلب على بلاسترون ولكن رأى في الكاميرات حزن صاحبه وكيف يشعروا بالوحدة في هذه اللحظات تفضل والدنيا كلها أولا بارن خاف بالذي حيث يفكره في المدية الماما وهنا شارط بيانات رون خدمه على الضو هاكا قدر يلقاه ومشاه وقدر يرجع صاحبه كيف كان هنا مارك أعرف بأن رون مختلف حيث تحمل بالبيانات التي تدخلوا بارن بارن كان فرحاً وبدأ يلعب هووية ولكن قليلا ومشاه الجهة الكاميرات ويشوف الدراري الصغار وهم وحيدين وجاتوا فكرة لانقل خوارزميات وكلها لقاع الروبوتات التي كنا هكا الروبوتات سيرجعوا أصدقاء حقيقيين للدراري بحاله ولكن هذا الشيء يديروه سيتضمر رون بارن قال له يوقف الخطة وليس يديروه ولكن رون لم يريد وقال له هذا الشيء الذي يدير من بعد مارك يعمل فيديو مسجل فيه المدير وهو يعترف بخطة دائر وهذا الشيء يجعله يسمح في منصبه ومارك هو الذي يشد الإدارة من بعد ثلث شهر قدروا ينقل خوارزميات لقاع الروبوتات وقدروا الدراري يكونوا عندهم أصدقاء حقيقيين أما بارن نرجع لصحابه من جديد وكان سعيد معهم وهنا تسالة الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية طلعوا وانطلاقوا في الفيديو الجاي